بيك يا مقتدو ستة أعوام مرت على سيطرة الميليشيات على منطقة جرف الصخر شمالية بابل وتهجير أهلها وتحويلها إلى معسكر كبير لها معارك شارسة شنتها القوات الحكومية ومعها العديد من الميليشيات تتقدمها ميليشيا حزب الله ومنظمة بدر والعصائب والسرايا في تشرين الأول من عام 2014 تحت ذراء عجرا فبركتها وتضخيمها تمهيدا لتنفيذ الأجندة التي كانت هي السبب الحقيقي وراء ما حل بالقضاء المنكوب وبعد انتهاء المعارك أعلنت السلطات الحكومية في بابل إغلاق جرف الصخر لمدة ثمانية أشهر بذريعة رفع العبوات الناسفة وتطهير المنطقة من الألغام تمهيدا لإعادة أهلها لكن شيئا من ذلك لم يحصل وظلت المنطقة مغلقة عسكريا يعجز مسؤولوها الحكومة بيع لمستوياتهم عن دخولها ولا تجرؤ حتى القوات الحكومية على الاقتراب منها جرف الصخر الذي جرف منه أهله يضم حاليا مقرات ومخازن سلاح ومعسكرات وسجون تابعة لست فصائل ميليشيوية تتقاسم السيطرة على المنطقة في مقدمتها ميليشيا حزب الله يد إيران الطولة في العراق فقد وجدت الميليشيات في المنطقة مكانا استراتيجيا من حيث موقعها الرابط بين عدد من المحافظات وما تحتويه من منشآت ومصانع عسكرية شيدت في زمن النظام السابق فضلا عن وفرة البساتين والبحيرات لتجعل منها معسكرا محصنا في سياق مشروع إيراني يرمي إلى إنشاء ممر آمن إلى لبنان وصولا لشاطئ المتوسط مرورا بالعراق وسوريا الميليشيات حولت المدارس والمراكز الصحية والحكومية مقار لها كما حولت العديد من الدوائر والمنازل إلى معسكرات اعتقال وسجون سرية نهيك عن المقابر الجماعية التي دفن فيها الضحايا من سكان المنطقة بعد أن قتلتهم الميليشيات وأخفض جثثهم في بسات النخيل ست سنوات مرت على الكارثة الإنسانية التي حلت بجرف الصخارة وما زالت المنطقة تمثل شاهدا على حجم الظلم الذي وقع على شريحة واسعة من العراقيين ودليلا على سيادة منطق السلاح وفقدان القانون وضياع الدولة